نعلم أن الصينيين يستخدمون الذكاء الاصطناعي بما يمس بحقوق الإنسان ومثال على ذلك اختراقهم لحسابات الآي ميسج في الآيفون في المناطق التي يعيش فيها المسلمون في الصين للتعليق مشاهدين على هذا الموضوع معنا من واشنطن الخبير في تكنولوجيا وأمن المعلومات ومستشار سياسي أول في برنامج الأمن القومي مايكل سيكستون سيد سيكستون أهلا بك معنا بماذا وماذا بوسع هذه التشريعات هذه الاجتماعات للسلطة التشريعية في الولايات المتحدة وحتى في الدول الأخرى أن تفعل لتقيد هذه المخاوف من الذكاء الاصطناعي هناك طريقتان مختلفتان ينظر من خلالها الكونغرس لوضع القيود وتنظيم مجال الذكاء الاصطناعي أولا أخذ القواعد الحالية مع وزارتي العمل والعدل لتأكد من أن الذكاء الاصطناعي لا ينتهك أي قانون أو تشريع حالي مثلا من غير القانوني بالتمييز ضد المستهلك أو الزبون على أساس العرق أو الدين أو غير ذلك إذا فعل ذلك الذكاء الاصطناعي فيعتبر ذلك أيضا غير قانوني وبذلك أيضا إذا الشركات عليها أن تنتبه لهذه الناحية ثانيا وضع قواعد جديدة لتقنين مجال الذكاء الاصطناعي البعض يقترح بإنشاء وزارة جديدة أو بتضمين هذه التشريعات في الأقسام المختلفة في الحكومة إذن أخذ القواعد الحالية وتطبيقها على الذكاء الاصطناعي وفي مرحلة أخرى بناء قانواعد جديدة لتقنين وتنظيم هذا المجال مايكل رغم أن الإنترنت موجود معنا منذ سنوات طويلة إلا أن هناك الكثير من الخروقات التي ما زالت تقع حتى الآن ويتم ملاحقة هذه الخروقات بين فترة وأخرى الذكاء الاصطناعي هو أمر جديد بحلة جديدة وبالتالي كم سيأخذ من وقت حتى يتم وضع تشريعات وضوابط والتأكد من أن استخدامه لا يؤذي الآخرين سؤال وجيه آمل بأن بعض القواعد سيتم تطبيقها ويتم وضعها هذه السنة لا أتوقع بأن خطة كاملة جاهزة ستكون جاهزة هذه السنة ولكن قد تتم البداية بوضع بضع القواعد وعلينا أن نحل هذا التحدي بشكل شامل أيضا هناك تشريعات صغيرة وتغييرات صغيرة وبسيطة يمكن القيام بها لتحسين الوضع الآن قد نرى تقدما يتم إحرازه هذه السنة ولكن هذا قد يستغرق حوالي خمسة سنوات لحين توصل إلى حل شامل ويضع ضوابط للذكاء الاصطناعي طبعا بالرغم من أن هذه الجلسة هنا في الولايات المتحدة لوضع هذه التشريعات لحماية المستخدمين من الذكاء الاصطناعي أيضا تقابلها جلسة في الاتحاد الأوروبي لأجل ذات الغرض إلا أننا مع وجود كل هذا السعي لضبط هذا المجال مجال الذكاء الاصطناعي رئيس شركة ميتا مارك زوجربرغ يعني يطلق موقعا جديدا للذكاء الاصطناعي يطلق عليه IJEPA يعني يعتبر بأن ما نتحدث عنه الآن هو مصحى قياسا بهذا الجديد هل هذا يعني هو خروج على كل ما يتم الاتفاق عليه لأنه يبدو بأن هذا الموقع الجديد فيه تفاصيل أكثر تعقيدا مما نتخيل مما نتعامل به الآن مع شات جي بي تي على سبيل المثال نعم أظن بأن الأمور ستصبح أكثر تعقيدا مقارنة مع الوضع الحالي ولكن من المهم أن نتذكر بأننا نتحدث عن الذكاء الاصطناعي وشات جي بي تي على أنها وكأنها أمور جديدة فهي ليست جديدة شات جي بي تي تي تطبيق حديث ولكن الذكاء الاصطناعي مطبقا في مسألة قيادة السيارات وفي اتخاذ قرار ما تراه عندما تفتح صفحات الفيسبوك أو تويتر في الخيارات المقدمة لك عندئذن فيها الكثير من الذكاء الاصطناعي أساليب لها استخدام مثلا في المساعدة في مساعدة الزبائن وخدمتهم وبتدوين المضامين على صفحات تطبيق الأمازون ولكن حتى وإن تمكننا وضع الضوابط لكل شيء حاليا فإن القطاع سيكون مختلف بعد سنوات وسيكون متهالكا مايكل ربما من يتابعنا الآن يعني الكثير في الحقيقة الذين يستفيدون من الذكاء الاصطناعي في تسهيل مهامهم اليومية من طلاب وغير طلاب الكثير يستفيد وهناك نقاط إيجابية كثيرة ولكن حينما تجتمع أو يجتمع المشرعون في دولة مثل الولايات المتحدة في دول أوروبية من أجل وضع ضوابط وهناك مخاوف لا بد أن نسأل عن طبيعة هذه المخاوف أنت مختص في هذا المجال مجال الأمن يعني التكنولوجي وبالتالي ما أبرز ما يمكن أن نخاف منه نحن كمستخدمين يعني بسيطين ولسنا كدول أو مؤسسات ضخمة ما هي أبرز المخاوف من استخدام مثل هذه التطبيقات أظن أن من الأمور الهامة والواجب اعتبارها هو ما يلي فإذا تضع الحكومات هذه الأنظمة إذا كانت الأنظمة صعبة جدا ويصعب تطبيقها فقد تبطئ من تقدم الشركات وقد يكون من الصعب على الولايات المتحدة والتحاد الأوروبي وبريطانيا في منافسة مع الصين إذن علينا أن نأخذ كل ذلك في الاعتبار فأن تكون القيود والدوابط موجودة وتكون موجودة بطريقة حاذقة تمكننا من التنافس مع الصين فأنها تعتقد أيضا على قيام مثل الديمقراطية وحرية التعبير والخصوصية وهي غير موجودة في دولة أوتقراطية مثل الصين فلا يمكن أن نتوقع من أن الصين وشركات الصينية ستطور هذه الأساليب بالطرق التي تتماشى مع القيم الأمريكية هي مسائل مهمة يجب أن نفكر فيها فعندما نضع الضوابط على الشركات نضعها بالشكل المناسب فسام أوتمن وهو رئيس التنفيذي لشركات أرتيفيشل أي آي قال بأن الذكاء الاصطناعي هام جدا ويتطلب وضع الضوابط الهم والمناسبة مايكل لا أريد أن أذهب كثيرا في نظرية المؤامرة ولكن أنقل لك ما أسمعه وأقرأه من بعض المعلقين على ما يجري وهذا السباق بين هذه الشركات الكبرى لوضع تطبيقات أكثر للذكاء الاصطناعي وآخرها ما أعلن عنه زوكربيرغ بأن هناك آلية جديدة وأكثر تعقيدا في الذكاء الاصطناعي البعض يقول بأن هذا كله هدفه تهميش التفكير الإنساني البشري والاعتماد بشكل كلي على ما تريده هذه الشركات وما تضعه في خوارزميات المعلومات التي سيطلع عليها المجتمع هل هذا دقيق أم يمكن أن نعتبره مبالغ فيه مثل هذا التفكير أظن أن فيه بعض المبالغة فعلينا أن نتذكر بأن ذكاء الاصطناعي وهذه النمازج تتعلم حسب الخبرة فقادرة فهي قادرة على كتابة شيء إذا ما واجهت شيئا مماثل من قبل فهناك قيود على الذكاء الاصطناعي فلا يتمتع بالابتكارية التي تحتاجها لإدارة شركة مثل أبل ولإدارة الحكومات تحتاج إلى أفكار جديدة حديثة جدا ابتكارية ولا أعتقد بأن الذكاء الاصطناعي قد اخترع الآيفون أو كان قادرا على اختراع الآيفون أو قادرا على الفوز في حرب إذن مسائل معقدة جدا وتتطلب السمات للعقل البشري مثل الشجاعة والنزاهة التي هي غير موجودة في أذكاء الاصطناعي مايكل هذا كلام يطمئن على الأقل حتى الآن ولكن لا أحد يعلم ما الذي سيحدث في المستقبل شكرا جزيلا على هذه المشاركة الخبير في الأمن المعلوماتي مايكل سيكستون ضيفي من واشنطن شكرا لك في وقت تحتدم فيه المنافسة كما ترعنا بين كبرى شركات التكنولوجيا في العالم نحو التميز وتقديم منتجات متعلقة بالذكاء الاصطناعي كشفت شركة ميتا الأمريكية نقاب عن منتج جديد من المتوقع من أن يغير قواعد اللعبة في هذا المجال من خلال تقنيات يقول خبراء ميتا عنها بأنها الأكثر تطورا وحدث من بين المنتجات التي قدمت من شركات منافسة ما طبيعة هذه النماذج الجديدة التي كشفت ميتا النقاب عنها وما هو وجه الاختلاف بينها وبين النماذج الأخرى ميتا أطلقت على النموذج الجديد للذكاء الاصطناعي مسمى IJEPA موضحة أن هذه التقنية الرؤيوية الحاسوبية تتعلم من خلال إنشاء نماذج داخلي أو نموذج داخلي للعالم الخارجي عبر مقارنة عروض تجريدية للصور بدل مقارنة عناصر الصور نفسها أشرت ميتا إلى أن الأساليب التوليدية تركز أكثر على التفاصيل بدل التقاط مفاهيم شاملة قابلة للتنبؤ بها لكن نموذجها الجديد يسند إلى رؤية ستجعل الآلة تفكر بشكل مجرد كالبشر تماما كما تقول ميتا ميتا أكدت أيضا أن النموذج الجديد IJEPA يستخدم أو يستخدم المعرفة السابقة عن العالم ليكمل الأجزاء المفقودة من الصور بدلا من الاكتفاء بالبحث عن المكونات القريبة مثل نماذج الذكاء الاصطناعي التوليدية الأخرى ويساعد أيضا التكنولوجيا على تجنب الأخطاء الشائعة في الصور المولدة بواسطة الذكاء الاصطناعي مثل أن تظهر يد الإنسان بأصابع زائدة وغيرها مارك زوكربرغ المدير التنفيذية لميتا قال إن مشاركة النماذج التي طورها باحث ميتا يمكن أن تساعد الشركة من خلال تحفيز الابتكار واكتشاف ثغرات الأمان وخفض التكاليف مؤكدا أن الهدف الكامل وراء هذه التقنية الجديدة لميتا يتمثل في ابتكار تقنية لذكاء الاصطناعي تعكس بصورة أفضل الطريقة التي يفهم البشر من خلالها العالم بشكل فعلي مشاهدين بدأت شركة ميتا في دمج خصائص نماذج الذكاء الاصطناعي التوليدي في منتجاتها الاستهلاكية منها الأدوات الإعلانية التي يمكنها إنشاء خلفيات للصورة ومنتج خاص بانستجرام يمكنه تعديل الصور وكلاهما يستند إلى عمليات بحث يجريها الآن المستخدم لتطبيق الشركة الأمريكية العملاقة